يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم منتخبنا الوطني يخسر وديا أمام المنتخب التونسي على أرضنا ووسط زي ما قلت كده عدد قليل من جماهرنا بنتيجة 3-1 في المباراة وديا في إطار سعداد الفريقين لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية عيسى العيدوني سجل هدف الأول للمنتخب التونسي في ديئة 3 لاتة وخدوا بالكم بقى الأهداف كلها أخطاء دكعية كبيرة على مستوى التنظيم وعلى مستوى اللعب الفردي كمان بالنسبة له المدفعين هدف الأول زي ما قلت لكم جاه في ديئة 3 خضة خضيرة بدري بدري وفجأة بعدها على طول بعدها بخمس دقايق المنتخب التونسي بيسجل الهدف الثاني بحديدا في ديئة 8 بهدف ذاتي عن طريق حمدي فتحه بعد خطأ مركب من الجميع من الجميع يعني سوى ابو جبل ولا علي جبر ولا حمدي فتا كلهم يعني ولا حتى رمضان بيكهر كمان في التخطية في الأول بعد كده هدف رائع جدا لعمر كمال عبدالواحد في ديئة 34 أنا هنا الشوت الأول بشكل رائع جدا بصراحة العشر ده الأولى بس تونس خضتنا بأداها وبعد كده احنا سيطرنا على المباراة الشوت التاني ما كانش جيد أوي بس كنا بنحاول برضو وقدر حمزة رفيع يسجل الهدف الثالث للمنتخب التونسي في ديئة الخمسة من الوقت المحتسب بدأ من الضوء بعد ما المنتخب بدأ ياخد مخاطرات كبيرة جدا لتسجيل هدف التعادل يعني في الوقت اللي كنا فيه قريبين من تسجيل هدف التعادل قدر المنتخب التونسي يسجل الهدف الثالث ماشي بيتوريا بعد المباراة في المؤتمر الصحفي قال إن احنا كان بإمكاننا تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوت الأول حاولنا كذلك فيه الشوت التاني ولم نوفق اللعبون أظهروا أو ظهروا بشكل جيد والخصم اللي هو المنتخب التونسي يسجل الهدف الثالث في الوقت اللي كنا بنخاطر فيه منطقي وقال أنا محبش الخصارة لكن فخور باللعبين اللي خادوا هذه المباراة في ظروف صعبة في ظروف صعبة عشان هنرجع لها دي هناك بعض اللعبين الذين شاركوا للمرة الأولى مع المنتخب ده حسب تصريحات فيتوريا وقال كذلك لعبي خط الدفاع جدد أيضا في اللعب مع بعضهم وقال إنه هم محتاجين يشاركوا مع بعض أكتر الفترة اللي جاية ماشي جال قدري المدير الفني للمنتخب التونسي قال إن هي ما كانتش مباراة والدية وإحنا عارفين قيمة منتخب مصر جيدا حقق 8 انتصارات مؤخرا وقال إن هي كانت مباراة مهمة جدا وهناك ثوابت بنعمل عليها وأكدنا قدرتنا على خود المباريات الكبيرة وقال إن إحنا لقيمنا بشكل ممتاز ونجحنا وعرفنا كل شيء يتعلق بمنتخب مصر وكنا موفقين في القراءة التكتكية للمباراة وقال ما كانش سهل علينا احتواء خطورة هجوم منتخب مصر اللي بيضم محمد صلاح وجزالك وسط ملعب قوي في زيزو وقال إن إحنا لقيمنا على التحولات السريعة والاستحواز كان حدفنا وقال إن الهدف اللي استقامناه كان من رقلة ثابتة وكرة ثابتة لم يكن من المفتدر أن نرتكب الخطأ ده قال في الشيء الثاني إحنا لقيمنا كويس قدام منتخب مصر ومنتخب مصر ما شكلش علينا خطورة وقدرنا نسجل المزيد من الأهداف وأضفنا الهدف الثالث وقال إن إحنا عايزين نكمل على نفس الأداء الفترة اللي جايها تمام؟ تمام ده فيما يخص نتيجة المباراة الأهداف اللي حصلت في المباراة تصريحات لتنين مدربين وهنا لنا بعض الأراء أو بعض الملحوظة نقولها بشكل أدك يعني أول ملحوظة إنه طبيعي منتخب بخطة فع تقريبا ما لعبش ولا مرة مع بعضه فيه لعبين ما بيشاركوش دولين كتير زي أحمد رمضان بكهم حسام عبد المجيد أمار كمال عبد الواحد يعني مفهوم إنه يبقى فيه أخطاء كبيرة على الآل على مستوى الانسجام حتى محمد أبو جبل مشاركاته الدولية مش كثيرة محمد شناوي دايما الحارس الأساسي وسط ملعب فيه طريق حامد وحمدي فاتحي وزيزو من المفترض على مستوى الأسماء إنه هما يقدوا شكل أفضل ولكن على المستوى الجماعي برضو هما ملعبوش التلاتة مع بعض كتير وليه هجوم؟ كان هجوم مثالي فيه عمر مرموش ومستوى محمد ومحمد صلاح وحاولوا الشوت الأول ولكن الشوت الثاني الأمور كانت قليلا مباراة الودية عشان بس نحط الأمور في النصابها الطبيعي مباراة الودية مش بتستنى منها نتيجة مش الهدف النتيجة قطعوا على المكسب بيجي المكسب والروح والحماس وإن يبقى فرصيدك دايما مكاسب كل ده مهم بس بيتخليك تشوف بعض العيوب اللي عندك واللي حصل النهاردة في المباراة دي واسمع مني وركز معايا بعد ما تشوف الجول ده عشان هنرجع أتكلم معاك تاني عشان اللي حصل النهاردة ده بيقول لروي فيتوريا يا روي فيتوريا يا مدير فني كبير وهو مدير فني كبير جدا وشرف لنا أنه بيدربنا وشرف لي كبير أنه بيدربنا إحنا منتخب لازم يكون عنده حرص دفاعي قبل كوة هجومية كبيرة هتقول لها كريم تاني هترجعني الكروش تاني هترجعني ليكتور كوبر تاني آه نرجع بص يا جماعة نهاردة تونس دي مباراة ودقية والدقية ليهم ولينا وتونس في أول عشر دقائق حراجتما جدا ليه عشان فيتوريا المباراة الماضية كان بيلعب أداء ممتع أداء هجومي كبير ليه عشان أنت ما نعبتش منافس بقوة المنتخب التونسي تقول الفترة الماضية فكان حلو جدا أن روي فيتوريا يشوف ده تنم هتلعب قدام منتخب كبير ما فيش مانع يبقى عندك الحرص الدفاع أولا وبعد كده تشتغل على تحولات هجومية جيدة